اشتركوا في القناة حملت وزارة شؤون الاعلام على عاتقها المسئولية الوطنية لتكون احد خطوط الدفاع الاولى للمواجهة والمكافحة فرافقت تطورات الاحداث في مملكة البحرين والعالم لتكون شاهدة على الاجراءات التي اتخذتها المملكة في سبيل درء خطر هذا الفيروس سخرت الوزارة امكاناتها البشرية والفنية لمواكبة الاحداث ونقل الصورة الكاملة والحقيقية حول التعاطي الايجابي لاحتواء فيروس كورونا ومنع انتشاره كفاءة اعلامية تعمل على مدار الساعة انطلاقا من واجبها الوطني والمهني لاصال المعلومة كاملة للجمهور باشكال متعددة عبر منصات اعلامية مرئية ومسموعة ومقرؤة والكترونية حيث تواجدت كاميرا تلفزيون البحرين في جميع المرافق المخصصة لاحتواء الفيروس في مراكز الحجر والعزل الى جانب التغطية المستمرة والانية لاعمال المؤتمرات الصحفية والفعاليات ذات العلاقة هذا العمل الدؤوب والمسؤول من قبل وزارة شؤون الاعلام وضع المشاهدة امام تغطية حية ومتكاملة اتسمت بشفافية المطلقة وهو من عكس على سمعة البحرين في طريقة تعاملها مع هذه المشكلة الصحية بكل مصداقية شفافية عالية اشادت بها منظمة الصحة العالمية هذا الى جانب المساهمة في توثيق مرحلة مهمة لطريقة تعامل مملكة البحرين التي قدمت مثالا يحتذا على مستوى العالم اشتركوا في القناة